السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم طلاب وطلبات الصف الرابع الابتدائي في شرح الدرس الثالث. جزء الثاني من الدرس الثالث من الواحدة الرابعة في منهج الصف الرابع. اوكي. انوان درس النهاردة. يعني العيش على قارب او على المركب. عندي ابدأ قارب سياحي. summer. summer فصل الصيف. صادلي. 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 فجأة. شاينيز. شاينيز. اللغة الصينية. انتوراستنج. انتوراستنج. شايك. تشايلد. تشايلد. تفل. كمان عندي هنا تصرفات الافعال. الافعال المنتزمة الريجلر. سمايل. سمايلد. سمايل يبتسم. smile تبتسم shout يصيح shouted shout shouted save young saved saved save saved decide يقر decided decided fall يسقط fill meet يقابل meet 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 speak يتحدث speak 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 swim يسبح swam 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 ننتقل إلى important expressions and preposition تعبيرات وحروف الدارة الهمة work on tourist boats يعمل على قوارب سيحية work on tourist boats travel up and down the night travel up and down the night يسافر ذهابا وإيابا في نهر النيل from all over the world from all over the world من جميع أنحاء العالم fill into the river fill into the river سقطة في النار كمان هنا عندي the main point boat live sheryf lives on a boat شريف عايش على مركب summer he like summer very much بيحب الصف كثيرا people who meet he meets people from all over the world بيجاب الناس من جميع أنحاء العالم child river طفل ونه small child fell into the river طفل صغير وقع سقطة في النار شريف زداد save شريف زداد save the child أبو شريف أنكز الطفل learn to swim شريف decided to learn to swim شريف قرر يتعلم أن هو يزبح اوكي هنا عندي how did شريف زداد help the small child how did شريف زداد كيف أبو شريف ساعد الطفل الصغير the beginning بداية القصة my friend شريف صديق شريف lives on a boat يعيش في مركب in the summer في الصيف his apprentice work on tourist boats والده يبيعملوا على قارب سيحي قارب سيحي so he goes with them عشان كده بيروح معهم they travel up and down the line بيسافروا زهابا وإيابا في نهر النيل he likes the summer بيحب الصيف very much he sees many interesting places بيشوف أماكن شريكا كتير and meets people from all over the world وبيجاب الناس من جميع الحال العالم he speaks English and Chinese بيتكلم انجليزي وصيني with the tourists مع السياح the middle نهاية القصة one day ذات يوم the boat stopped and Shreef saw some children المركب توقف وشريف شاف بعض الأطفال playing بيلعبوا suddenly فجأة a small child fell into the river طفل صغير سقط في النهر the child shouted الطفل صرخ please help me من فضلك سعبني شريف called his dad شريف اتصل بابو شريف's dad saw the child and jumped into the river شريف أبو شريف شاف الولد وقفص في النهر he swam and disabled the child سابح وأنكز الطفل the child smiled and said الطفل ابتسم وقال thank you so much شكرا لك كثيرا نهاية القصة شريف was very happy شريف كالسعية but he also decided to learn to swim إن هو يتعلم أن يزمع هنا بقى عندي جزء خاص بالpronunciation النطق هنتعلمه مع بعض وهنا عندي sound fi زي foot قدم face وجه fan مروحة fish سمك وهنا عندي بعض النصائح علشان تنطأ حرف الف كمان عندي صوت v v v زي fan شاحنة living room حجرة المعيشة vegetables خضروات يبقى هنا عندي الفرق بالصوت الف وصوت الف هنا بقى عندي جزء بوب كويز هنحل له مع بعض هنا عندي living room نص حرف v وهنا foot قدم وهنا vegetables هنا نسكرامبل طبعا هنا fan شاحنة fan وهنا fish سمكة وهنا face وج وهنا fan مروح هنا look and circle with the sound f and in green and the picture with v sound يعني هتجرى وتعلم على الكلمة اللي تبدأ بف باللون الاخضر والكلمة اللي تبدأ باللون الاحمر اوكي هنا بقى عندي اخطر الاجابة الصحيحة بيعيشوا طبعا على القارب حجرتي المفضلة هي طبعا الحجرة الوحيدة الموجودة عندي هنا هي حجرة المعيشة in summer في الصيف we travel بالسفر and down up and down طبعا يعني زهابا وإيابا up and down the man swam الرجل سبح and saved وأنقذ the child الطفل the order the word is to make correct sentence أعد تنطيب الكلمات اللي عمل جوم الصحيحة he sees many interesting places يبعي هو he sees many interesting يعني شايف أماكن شيقة interesting places وحينا نحط النقطة number two my dad saved the child أبي أنقذ الطفل يبقى my dad أبي saved أنقذ that child الطفل معنى كده number three he decided to learn to swim he قرر he decided هو قرر to learn أن يتعلم to swim أن يزبح بل كده read and complete the tickets with the word in the box and he meets you قابل tourist السياح stores متاجر where travels يسافر أحمد likes the summer very much أحمد بيحب الصف كثيرا his brand is work on tourist boat ولذي شغالين أو بيعملوا على مركب سياحي he up he travels هو بيسافر up and down ذهابا وقيابا زنايل في النيل وزب معهم he sees many interesting places بيشوف أماكن شيقة he people he meets طبعا بيقابل كثير من الناس from all over the world من جميع الحال he speaks English and the Chinese بتكلم جليز وصيني وز مع التوريست السياح okay read the tickets and answer the question عمر شغال على مركب سياحي مع ابو في الصيف one day ذات يوم المركب توقف وامر شايف بعض الاطفال بيلعب صدلي فجأة الطفل سقط في النار الطفل صرخ من فضلكم ساعدوني امر نده على ابو امر امر ابو عمر وقفص في النار سابح وانكز الطفل وقال شكرا لك امر كان بيقدر يزبح عشان هو انكز الطفل الاطفال كانوا يلعبون عمر شايف ايه طبعا ايه اللي حصل للطفل الصغير اما هو سقط في النهر اهو يبقى سقط في النهر هنكمل مع بعض هنا عندي سؤال اقرأ اوصل انا بقابل ناس جميع انحاء العالم هاني's dad ابو هاني work is on بيعمل على tourist boat مركب سياحي بيه نمبر 2 يسافر زهابا وايابا في النهر بيه نمبر 3 كيف ساعد الطفل الصغير نكلم مع بعض هنا في سؤال التركين نبدأ بكابل ت وهنا نحط الفل ستوب اكتب موضوع عن living on a boat وهنا مديني summer ومديني travel يبقى مثلا اقول my father ابي workers يعمل on على tourist boat مركب سياح i go with him انا بروح معا we travels بنسافر up and down يابا وذهبا في the river في النار we meet احنا بنقابل a lot a lot of people بنقابل كثير من الناس we speak بنتكلم too many tourists بنتكلم الى سائحين كثيرون too many tourists سائحين i can انا بقدر speak بتحدث english angelesi and chinese cini i am happy انا سعيد وبكده حضرات نكون خلصنا part two جوزء الثاني من lesson three من الدرس الثالث من unit four الواحدة الرابعة في مناش connect four وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته